النور ده كريستيانو تعرض لاصابة خطيرة في مباراة البرتغال والتيشيك في دور الامم الاوروبية كان في الدقة تسعة كان فيه اصابة خفيفة لكريستيانو قبل الاصابة الخطيرة كان في الدقة تسعة عندنا تدخل من مدافع التشيك على كريستيانو كريستيانو كرة جاياله بيشوت المدافع حط رجل اصاده حتى لو لاحظته الشراب بتاع كريستيانو تقطع وكريستيانو يعني ديت الحمد لله ما اثرتش عليه في الدقة خمستاشر بعدها بست دقايق يعني الحارس بقى دخل على كريستيانو بالبوكس في وشه كرة ملعوبة لكريستيانو وكريستيانو اصلا في وضع التسلق يعني كده كده لو جابها مش هتتحس بجوم الحارس بدلا ما يخش على الكرة دخل بالبوكس في وش كريستيانو ومناخير كريستيانو يعتبر نزف لان اي خط في الوش هي بتخلي المناخير تنزف تلقائي بس كويس انه هو ما تصابش بكسر في الانف لان الخبطة قوية على كريستيانو والسقوط كمان بتاعه نزل على كدفه كان ممكن تأثر على الكدف كان ممكن يحصل له خلع على حاجة بس الحمد لله ربنا سطر كريستيانو يعني الجازو طب بنزل عالجو حطوله زي حاجة توقف النزيف ولزقة بيحطوها وخلاص وخرج ونزل تاني المباراة وكمل المباراة عادي مفيش اي مشكلة بس واضح من لعبة التشيك التدخلات العنيفة على لعبة البرتغال وخاصة كريستيانو رونالدو في هذه المباراة